هيمنة الواقع وتفرده قد تثبت الحقيقة من خلال هيمنة الواقع الواقع الموجود حينما يكون مهيمناً بطبيعته ويكون متفرداً هناك سلطة للواقع قطعاً هذا الكلام لا يكون كلاماً رياضياً إنما يكون كلاماً وجدانياً الكلام الوجداني لا يمكن أن يضبط بالأرقام وإنما ضابطته الذائقة الوجدانية أقرب لكم المعنى الكتاب الذي بين يديه نهج البلاغة طبعة دار التعارف هذه الصفحات وصية أمير المؤمنين للحسن المشتبة الحسن المشتبة لا يحتاج إلى توصية لكن منطق العترة هو منطق القرآن نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة وهذا هو القرآن الناطق وهذا علي هذه الوصية لإمامنا الحسن المشتبة بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة إنها وصية لي ولكم استمعوا إلى هذه الكلمات وإلى هذا الاستدلال إنه استدلال مبني على فكرة هيمنة الواقع وتفرد الواقع بسلطته إذ لا معارض له اتبهوا إلى هذا الاستدلال الجميل واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله هل سمعتم في التاريخ أن رسولا جاء من إله ثاني كل الرسل كل الأنبياء أكانوا صادقين أم كانوا كاذبين يدعون أنهم رسل من قبله سبحانه وتعالى استدلال عجيب وعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه حتى الذين يدينون بدين الإلحاد ينكرون إلها واحدا ينكرون الإله الذي أحسل الرسل فلا ينكرون إلها ثانيه وهذا أدل دليل على أنه حقيقة متى غبت في دعاء يوم عرفة متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك هذه كلمات الحسين في دعاء يوم عرفة متى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك عميه تعين لا تراك عليها رقيبة واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولا رأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد كما وصف نفسه حتى الذين ينكرونه ينكرون إلها واحد ولكنه إله واحد كما وصف نفسه لا يضاده في ملكه أحد ولا يزول أبداً ولم يزل ولا يزول أبداً ولم يزل أول قبل الأشياء بلا أولية فهو الأول وليس هناك من ثاني بلا أولية لأنه لو كانت له أولية سيكون أولاً وهناك من سيكون ثانياً هو أول ولكن بلا أولية فلا ثانية بعد أول قبل الأشياء بلا أولية وآخر بعد الأشياء بلا نهاية بلا آخرية عظم عن أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصار المراد من القلب هنا العقل أية كلمة هذه هذه الكلمة وحدها تكفي كي تكون توحيداً كاملاً هذه كلمات علياً ولا يقولها أحد غيره عظم عن أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصار فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره أنت صغير فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره وقلة مقدرته وكثرة عجزه وعظيم حاجته إلى ربه في طلب طاعته والخشية من عقوبته والشفقة من سخطه فإنه لم يأمرك إلا بحسن وهذا هو الدين فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح وهذا أدل دليل على وجوتي لكنني لا أتحدث مع أولئك الذين يبحثون في زوايا الجهل والشبهات قلت من أن الحقائق الوجدانية لها ضابطة وجدانية هذا منطق الوجدان السليم فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح جلت قدرته وتعالى شأنه وتعظمت أسماؤه سبحانه وتعالى واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله الجميع الكاذب والصادق ينتسبون إليه إنه الواحد الأحد إنه ربنا وإلهنا وسيدنا وخالقنا إنا لله وإنا إليه راجعون هذه هي حقيقتنا حقائق الإفتقار المطلق إلى الغني المغني المطلق هذا هو الذي أردته من هيمنة الواقع وتفرده فهذا هو الحسين في كربلاء إذا لم يكن هذا الحسين فأين الحسين أين هو حسين كربلاء هذا القبر الذي نعرفه يهيمن واقعه على كل شيء وهو متفرد متفرد فأين حسين هذا الذي يريدون أن يقولوا بأنه في مكان آخر أين هو أين هو أين هو إن كان في الماضي هل هناك من حسين في غير هذه الديار في الماضي أم هل هناك من حسين في غير هذه الديار التي نعرفها في الحاضر هيمنته الواقع سلطة الواقع تفرد الواقع بما يحمله من الخصائص والميزات فإنه يثبت نفسه بنفسه من دون الحاجة إلى بحث في التعريخ أو في الجغرافيا مع أنني بينت لكم الحقيقة التعريخية والجغرافية بحسب المعطيات المتوفرة ولو كان المقام مقاما متسعا لجئتكم بالكثير من المصادر والكتب لكنني حاولت الإجازة والاختصار بقدر ما أستطيع إنها شيء من أجوبه إنها شيء من أجوبه عنوان البرنامج هكذا أسئلة وشيء من أجوبه نذهب إلى فاصل وثانيا مراذي وثانيا فيما أضفته للتوضيح الذي شرحته وبينته جغرافيا وتعريخيا وروائيا فأضفت نوع استدلال هكذا وسمته ووصفته بأنه يمثل هيمنة الواقع وتفرده وتسلطه بسبب خصائصه الواقعية مثلما قرأت عليكم من كلام أمير المؤمنين لو كان لربك شريك لأتتك رسله إذا لم يكن هذا الحسين فأين الحسين فأين الحسين الواقع يثبت نفسه بنفسه نحن نتحدث عن تأريخ بناه الأئمة المعصومون بدمائهم عن أي شيء تتحدث نتحدث عن تأريخ بناه الأئمة المعصومون من آل محمد بدمائهم ماذا نقرأ في كامل الزيارات إنه العهد المعهود من رسول الله وإذا أراد مشكك أن يشكك في الرواية فإن الرواية دالة على نفسها بنفسها لأن التأريخ الذي جرى هو هكذا هو هكذا العقيلة زينب تقول لإمامنا السجاد هذه رواية زائدة التي نقلها لنا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه ومرت الإشارة إليها في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج العقيلة زينب صلوات الله عليها متى في أحرج لحظة في اللحظة التي بدأ مسير السبايا تقول للسجاد صلوات الله عليه فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله إلى جدك إلى جدك أمير المؤمنين وأبيك وأبيك الحسين وعمك وعمك الحسن فوالله إن ذلك لعهد من رسول الله إلى جدك وأبيك وعمك ولقد أخذ الله ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء الذين أعانوا الإمام السجاد وهم قطان الغاضرية هؤلاء هم قطان الغاضرية قطان الغاضرية هم الذين أعانوا الإمام السجاد هؤلاء بنوا غاضر من بني أسد وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاق أناس من هذه الأمة لا تعرفهم فراعنة هذه الأمة وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المتفرقة فيوارونها وهذه الجسوم المضرجة وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه هو هو في مكانه لن يتغير وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام ولا يجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهور وأمره إلا علو وهذا المضمون يتعاقد مع الأمر الأول الذي ذكرته لكم هو هذا دليل بنفسه لكنه يتعاضد بقوة مع منطق هيمنة الواقع وتفرده وتسلطه بسبب خصائصه ومميزاته القوية والنافذة جداً من الآخر أمر أهل البيت قوي 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 يفرض نفسه برغم كل الموانع حتى إذا لم تتوفر المهيئات والمشجعات والمشجعات فإن أمر أهل البيت يبقى قوياً قوياً يبقى قوياً برغم آناف الجميع برغم آنافنا جميعاً أمرهم قوي لا يقاوم هذه حقيقة مع أن دولتهم لم تأتي مرادي من دولتهم الزمان الذي سترتفع فيه راياتهم دولتهم إلى الآن ما حان وقتها لا تحدث عن دولة عن حاكم وحكومة دولة الزمان الزمان الذي يقدر فيه لصاحب الدولة أن تفتح له الآفاق وتلك الأيام نداولها بين الناس كما يقول القرآن وتلك الأيام نداولها هذه هي دولة الأيام وهذا هو الذي أقصده مع أن دولتهم لم يأتي وقتها لكن أمرهم قوي قوي لا يقاوم قضية أهل البيت جارفة جارفة مهما وضعوا أمامها من العوائق هذه القضية جارفة جارفة لا تقاوم وهذا مثال مثال من الأمثلة ولا يشتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علو هذا الحشرة الحشرة الذي اسمه حسين كامل الذي كان صهرا لصدام أيام الانتفاضة الشعبانية وصل إلى كربلاء ووقف أمام الحسين أمام الحرم الحسيني بين ضباطه وجنوده يخاطب الحسين يقول لا أنت حسين وأنا حسين أي زمن ولكنه كلام يخاطب الحسين يقول أنت حسين وأنا حسين والله حينما وصفته بالحشرة فإنه كثير عليه لا أجد لفظا كي أستعمله في وصف هذا القندرة حتى هذا كثير عليه فأين صار أين صار صدام هو الذي قتله والذين قتلوه أقرباؤه ثم أطعم جثته للكلاب الكلاب أكلته فأين أنت يا أيها الحشرة يا أيها القندرة أين أنت في بطون الكلاب وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوة حسين هذا نحن نتحدث عن حسين صلوات الله وسلامه عليه هذا أمر ثان فهناك المنطق الذي يعتمد الاستدلال بهيمنة الواقع وتفرده وتسلطه بسبب الخصائص القوية التي لا تقاوم والتي تفرض نفسها بنفسها وهذا هو الذي يحدث مع الحسين الأمر الثاني هذا العهد المعهود وإذا شكك مشكك في هذا النص فإن واقع التأريخ في الماضي وفي الحاضر فإن واقع الحياة يثبت مضمون هذا النص هذا النص حقيقي بدرجة مئة بالمئة يثبت نفسه بنفسه التأريخ هو الذي يشرحه والحاضر إن كان قريبا في العقود الماضية حينما أتحدث عن الحاضر عن الزمن الذي عايشناه عايشنا زمنا عجيبا كل شيء تلاشى المرجعيات الدينية التي نقدسها ظهر زيفها الأحزاب الدينية الشعية التي كنا نصفها بأنها أحزاب الأنبياء مثل ما علمونا أن نصفها بهذا الوصف ثبت بطلانها آخر شيء صار وحرامية حرامية واتلية الزعماء القادة الشعراء الفلاسفة قولوا ما تشاءون الدنيا بكلها كل شيء تلاشى من حولنا وها نحن نتلاشى أيضا هنحن نتلاشى سنموت وسننسى فما نحن وما قيمتنا إن هي إلا أيام إن هي إلا أيام نقضيها وإلى التراب لكن حقيقة قائمة برغم آنافنا إنه الحسين الجارف هذا الذي جرف الحواجز كلها وإلى الآن لم تأتي دولة هذه مقدمات ها هي الملايين كما أخبر أبوه أمير المؤمنين وأخبر من بعده ولده عند الموعد المحدد عند انقطاع ملك بني مروان ها هي الملايين سارت إليه من الآفاق برغم آناف الجميع برغم آناف الذين يحبون وبرغم آناف الذين يبغضون هي الملايين هناك من يسيرها يسيرها الجنون يسيرها العشق والغرام يسيرها الواقع الذي فرض هيمنته وسلطته بكل خصائصه ومميزاته القوية يسيرها بقية الله من وراء ستار يسيرها يسيرها هي الحقيقة التي نراها أمام أعيوننا الملايين تتحرك باتجاه الحسين ولا قيمة للملايين ولا قيمة لزيارة الأربعين هذه آثار من آثارهم وإذا كان فيها شيء من عجب فإن العجب آت من قبلهم القبح من قبلنا والحسن والجمال من قبلهم أنتقل إلى أمر ثالث لأنني إذا بقيت أتحدث سينتهي الوقت ووقت أذان النجف بدأ يضايقنا الأمر الثالث الكرامات الكرامات في الماضي في الحاضر وفي المستقبل أيضا سيراها الناس الكرامات الكرامات كرامات الحسين لا حدود لها الكرامات وكرامات العباس هي كرامات حسينية منزلة العباس منزلة حسينية العباس من دون حسين يساوي صفر العباس كيان حسيني منزلة العباس منزلة حسينية وعطاء العباس عطاء حسيني وطهارة العباس طهارة حسينية إذا كنا نخاطب الحسين في زياراته أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد ألا يطهر به العباس طهرت يا حسين وطهر بك العباس وطهر بك العباس الهاشميون الشهداء وطهر بك الأنصار الأوفياء وطهرت وطهرت كل الحقائق بطهارتك يا أبا عبد الله أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك فكل العطاء الذي يناله الزائر والمتوسل والمحتاج لا أتحدث عن الشيعة لقد قصد الحسين في الماضي وفي الحاضر وسيكون هذا في المستقبل لأن الحسين حقيقة ثابتة ولا توجد في حياتنا على الأقل نحن الذين نقول إننا حسينيون لا توجد في حياتنا حقيقة ثابتة بقوة الحسين الحسين الحقيقة الأقوى التي عايشناها ولامسناها في الماضي كنا معها منذ نعومة أطفارنا ولازلنا معها وقد بيض القذال وشابه الكرامات التي لها أول وليس لها آخر الكرامات عبر التأريخ الكرامات في الحاضر الذين يقصدون هذه الأرض يقصدون كربلاء يقصدون فناء الحسين فناء علي الأكبر فناء الشهداء فناء حبيب بن مظاهر فناء العباس فناء العقيلة زين الذين يقصدون هذه الأرض ويقصدون هذا الحرم الإلهي المطهر ومنذ القدم كان اسمه كرب إيلة كرب حرم وإيلة الله حرم الله منذ القدم هكذا كان يسمى هو حرم الله قالوا عنه بأنه حرم الله أم لم يقولوا هذه هي الحقيقة التي نعرفها وهذا الحرم الإلهي أثبت نفسه بنفسه من دون حاجة لأن أثبته فهو لا يحتاج ني ولا يحتاج أمثالي ودال على نفسه بنفسه لكنها الخدمة والوظيفة هي التي تجعلني وتجعل غيري يتكلم إننا نطلب الشرف والكرامة والفخر والعزة حينما نتحدث في فناء حسين وآل حسين نذهب إلى فاصل الذين قصدوا في الماضي وفي الحاضر وسيقصدون في المستقبل يقصدون الحسين يحاولون أن يتخلص من آلامهم ويطلبون مرادهم وحاجتهم تارة يعودون وقد وصلوا إلى ما يريدون أن تتهيأ الأسباب الطبيعية لهم وهم لو دققوا النظر في أن الأسباب الطبيعية هذه لم تتهيأ إلا بعناية حسينية فعطاء الحسين مرة يكون بتهيئة الأسباب الطبيعية لو دققوا النظر في مناشئ هذه الأسباب الطبيعية وكيف تهيئت وكيف اجتمعت وكيف تسهل الأمر إنهم سيجدون أن عناية حسينية وراء ذلك أنا لا أقول هذا تخرصا إنما أقوله عن تجربة وعن متابعة وعن تحقيق وعن معرفة أو أن الحل يأتي بطريقة تتجاوز الأسباب الطبيعية البعيدون عن أجوائنا الحسينية لا يعرفون هذا الذي أتحدث عنه وسيعدون هذا من أكاذيب الشيعة لا نبالي بهم فليذهب بهرائهم إلى الجعيم هذه الأمور من بديهيات حياتنا الذين يلتصقون بالعترة الطاهرة والذين يعتقدون بمحمد وآل محمد من البديهيات عندهم أن يقصدوا الحسين أن يقصدوهم جميعا لكن الحديث هنا عن الحسين أن يقصدوا الحسين حينما حينما تكون الأثقال باحظة حينما تكون الأمور عسيرة أنا لا أريد أن أضرب لكم أمثلة لدي الكثير من الأمثلة وأنتم كذلك تعرفون الكثير من الأمثلة عودوا إلى مخزن ذاكرتكم ستجدون فيها صورا ولقطات من أسركم من جيرانكم من الناس الذين تعرفونهم أو على الأقل من الإنترنت هناك الذين قصدوا الحسين ورجعوا بما يريدون تارة أن تتهيأ لهم الأسباب الطبيعية وهذا هو الذي يكون في صلاحهم وتارة تأتي الأمور بطريقة إعجازية المصادق والشواهد كثيرة وكثيرة جدا منها ما هو مثبت في الكتب والأسفار ومنها ما هو متناقل على الألسنة ومنها ما هو بقي بقي مخزونا عند أصحابه لم يطلع عليه الناس الكرامات التي لها أول وليس لها آخر منبعها هذا المكان الشريف كربلاء بكل تفاصيلها قبة الحسين أتحدث عن القبة عن الفضاء الحسيني أتحدث عن سماء كربلاء التي يكون الدعاء مستجابا تحتها تحت تلك القبة القبة الذهبية قطعا هي تطل على موضع القبر الشريف لكن الزيارات والأحاديث التي تتحدث عن قبة الحسين تتحدث عن فضاء الحرم الحسيني عن فضاء كربلاء الكرامات تقودنا من أنهفنا ومن آذاننا كي تقول لنا هذا هو الحسين هذا قبره هذا مزاره هنا 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 مصباح الهداية وهنا سفينة النجات وأمر رابع أمر رابع زيارات إمام زماننا لجده الكثير من الوقائع والأحداث منها ما هو مثبت في الكتب ومنها ما هو منقول على الألسنة تخبرنا تلك الوقائع من أن إمام زماننا في لقاءات من لقاءاته مع أشيائه يخبرهم يخبرهم بأنه سيأخذهم معه إلى زيارة الحسين فيكونون حاضرين مع إمام زمانهم في هذه الأمكنة الشريفة التي نعرفها هذا هذا الكلام قد يرفضه البعض لأن البعض ينكرون وجوده صلوات الله عليه ينكرون ولادته ذلك شأنهم تلك مشكلتهم لماذا نتأثر بمشاكل الآخرين تلك مشكلتهم فأهليات ذهبوا بمشكلتهم إلى الجحيم ما علاقتنا به هذا هو ديننا وهؤلاء أهلنا أيقبل أحدكم أن يأتي شخص غريب كي يحدثه عن عائلته وأهله يخبره بشيء ليس صحيحا لماذا يهتم بقوله لماذا يلتفت إليه هؤلاء أهلنا وهذه بيوتنا ونحن نعرفها نعرفها كما نعرف أنفسنا هذه بديهيات بديهيات في ديننا وعقائدنا قلت لكم إنها أمور تلتصق بالوجدان لا شأن لنا بالذين يكذبون والذين ينكرون والذين يشككون صار واضحا إلى الآن هناك الحقائق والمعطيات التأريخية والجغرافية والروائية الحديثية عن العترة الطاهرة وبعد ذلك دخلنا إلى هذه الساحة إلى ساحة الوجدان الأمر الأول الاستدلال بهيمنة الواقع وتفرده إنه يثبت نفسه بنفسه الرجوع إلى العهد المعهود ثانيا الذي قرأته عليكم من كلمات العقيلة زينب مع إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وعليها إلى الكرامات إلى الكرامات بكل أشكالها أكانت تتجلى عبر الأسباب الطبيعية حينما تهيأ للإنسان لتحصيل مراده أو كانت تأتي بطريقة إعجازية وهي كثيرة التي تأتي بطريقة إعجازية وفي كل عام في كل عام في زيارة الأربعين هناك الكثير والكثير والكثير من هذه الكرامات الكرامات التي تأتي بسبيل الأسباب الطبيعية لا يتحدث عنها أحد وهي كثيرة وكثيرة جدا وهي أكثر من الكرامات التي تأتي بصيغة الإعجازية وحتى الكرامات التي هي بصيغة الإعجازية كثيرة وكثيرة في كل زيارة أربعين الأمر ليس خاصا بزيارة الأربعين لكنها زيارة مشهودة مشهودة من الملايين المعجزات التي تحدث فيها يراها كثيرون ويتحدث عنها المتحدث يكذبها الوهابيون ويسخر منها السنيون لنبالي به هذه الحقائق نحن نعرفها لا تخفى علينا إذا كان هناك من أكاذب نحن نميزها نعرف الأكاذب من غيرها هذا حسيننا ونحن نعرفه وهذه آثاره ونحن نعرفها وانتقلت بكم إلى الأمر الرابع إلى زيارات بقية الله الأعظم وهو يصطحب معه أفراد من شيعته يأتي بهم إلى زيارة حرم الحسين ويوصي بعضهم وبالتأكيد على زيارة الحسين في كربل هناك الكثير من هذه الوقائع وأعتقد أنكم سمعتم من مثل هذا وربما تحفظون من الوقائع والأحداث التي تجري في هذا المجرى وقت الحلقة انتهى وللحديث صلة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم الحكاية سألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر